أصباح الخير الحاج مرحبا بك مرحبا بك الحاج ككل عام ككل سنة أيام قليلة قبل رمضان الجزائريين فيما يخص أسعار الخضر أسعار اللحم خلال الشهر الكريم ربما لو كان عودنا لسنوات الماضية تقدر تقولنا لماذا ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم أولا أخي بلال أشكرك وأشكر من خلالك قناة النهار الوطنية التي هي دائما وآبدا تكون مع الحادث سواء الوطني أو الدولي وخاصة بالنسبة لقضايا المواطنين وبالشكل عام قضايا الفلاح نقول أن هذه الاستضافة التي تأتيكم اليوم هي أولا تعطي دفع وقيمة أولا للقطاع الفلاحي والتعريف به ثم كذلك على المنظور الخاص بالنسبة للشهر الفضيل شهر الرحمة الذي هو شهر رمضان المعظم والذي كل عام الدولة كدولة والمؤسسات كمؤسسات يحضروا أنفسهم لشهر رمضان وكأن رمضان تولوا بالفضل انتاعوا بالاحترام انتاعوا الوقار لأنه شهر كسائر الشهور فيما يتعلق بوضع الفلاحة والإنتاج والصيرورة التي هي دائما وآبدا تعطينا دفع بالنسبة كمواطنين وإلا كمنتجين لكن نرى الوحم الذي هو وقع هذا على رمضان في كل سنة وكأن الناس جاء إلى معركة والمعركة هذه سواء معركة جيوب وإلا معركة مع معركة العقول لأن أولا الناس متخوفة من هذا الشهر هو شهر طبيعي بالنسبة للإنسان الذي عنده أيمان قوية لكن عدر الشاب لما اليوم نشوفه مثلا القرعة أو البطاطا بسعر لكن ليلة رمضان أو في اليوم الأول من رمضان لقوها ربما توازي أو توازن سعر الدهب أولا هو قضية الثقافة اللي موجودة عند خاصة الناس وليس عامة الناس وخاصة للناس اللي هما يتصيدوه هذا الشهر الفضيل شوف اللي هما يبدلوا المهنة انتاعهم اللي كانت عنده مهنة أخرى يصبح يدير في الحلويات اللي كان عنده مهنة يصبح يمشي للخضروات اللي هو عنده دكان يعني مثلا ما يدرش عليه نفعا أنه يغيره في حاجة اللي هي يعتبرها بأن الشهر هذا هو شهر تجاري وكأن الشهر هذا اللي قد يربح فيه وانا نظن اللي يربح يربح العام بطول يعني ما هو يربح في الوقت هذا تكلمت عن البطاطا أنا نظن باللي ما كان وقت اللي يترخص فيه البطاطا هذا الموسم ها هو البارح في ماسكر أنا يجيب لك رقم 17 دينار لكيلو أقرام انتاع البطاطا في السوق الجملة ولا لا في السوق الجملة وفي السوق انتاع الفلاحين اللي يوصل في بعض المناطق لأن أسواق الجملة تتعدى على الأصابع لأن للآن هذا نرجع إلى وزارة التجارة وهذا ما ألفنا في كل سنة أن لا توجد أسواق للجملة في مستوى الوطن اللي هي يتحدد يعني الأسعار ثم كذلك لم توجد أسواق بالولايات وبالبلديات وهذا اللي خلى هذا الشجع وخلى كذلك هذا الارتباك كبير في القطاع الثلاث نحن نروح لهذا النقاط لهذا التفاصل لكن قبل هذا هل الفلاحين رمواجدين هذا الشهر يعني هل هناك انتاج يقدر ربما يدخل الثوق الوطنية سواء الجملة أو سواق تجزئة وين رح تكون الأسعار يعني طبيعية أنا نطمن نطمن المواطنين الجزائريين بأن في سنتين الفلاحين يدخلوا للأسواق في سنتين هذا بأمر من الاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين ومن العلاقات التي تربطنا مع الفلاحين أننا قلنا لهم ادخلوا في الأسواق سواء الأسواق التجزئة أو الأسواق الجملة أو البيئة المباشرة وهذا حتى في الوقت الذي كان السيد وزير التجارة الله يوليه برحمة الله أن ترحموا عليه في هذا الشهر الفضيل سيبختي بالعايب أكثر من المرة هو الذي يطلب منه على الأقل أن ندخل وطلب منه كذلك منه لأن ندخل الأسواق كون عدهم هامش تاربح وهذه المرة كذلك السيد الوزير الأول يعني مما كنا نتمشي معه في اللقاءات التي كانت في مستوى الولايات يطلب من الفلاحين أنهم كذلك يأخذوا بهذا الأمر وسيتبون الوزير الخاص يعني بال تجارة بالنيابة تجارة بالنيابة ليطلب كذلك منا نقول لهم بالليس أن هذه الفلاحين يكونوا أقرب للمواطنين بشكل كبير وخاصة في ميدان انتاء الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء سنتقل